موسيقى النشرة المغاربية مباشرة من الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل قال رئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي إن الاحتلال المغربية متوجه نحو خلق بؤر توطر ولا استقرار في المنطقة جاء ذلك خلال رسالة وجهها غالي للشعب الصحراوي بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الثامنة والاربعين لإعلان الجمهورية الصحراوية داعيا الاتحاد الأفريقية إلى تحمل المسؤولية كاملة بحل النزاع القائم بين دولتين عضوين فيها في معركة لم تنجل بعد يتطلع الشعب الصحراوي فيها إلى تحقيق نصر بإعلان الاستقلال ثمانية وأربعون عاما تمر على إعلان الجمهورية الصحراوية ذكرى تتزامن مع حصد مزيد من التأييد الدولي لقضية عادلة لا رجعة فيها يقول الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في ذكرى الثامنة والاربعين الجمهورية الصحراوية حقيقة وطنية جهوية ودولية لا رجعة فيها لا يمكن القفز عليها كواقع ميداني متجذب وعامل توازن واستقرار في كامل المنطقة وستمضي قدما على درب التحرير والبناء حتى استكمال سيادتها على كامل ترابها الوطنية رئيس الصحراوي أبرق رسائل في خطابه إلى أوروبا دعاها لأن تكون وسيلة لاستثباب السلام في شمال أفريقيا باحترام القانون الدولي أوروبا مدعوة اليوم كدول فرادة وكاتحاد أوروبي للمساهمة العملية في استثباب السلام الحقيقي والدائم في منطقة شمال أفريقيا بالاحترام الصارم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي فيما يتعلق بالصحراء الغربية إلى ذلك حمل غالي الاتحاد الإفريقي المسؤولية كاملة بحل النزاع القائم بين دولتين عضوين فيها مضيفا أن الاحتلال المغربي متوجه تدريجيا نحو خلق بؤر التوتر واللاستقرار في المنطقة ننتظر من الاتحاد الإفريقي أن يتحمل المسؤولية حيال قضية الصحراء الغربية كقضية إفريقية بامتياز ومعالجتها العاجلة بحل النزاع القائم بين دولتين عضوين فيه بإنهاء الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية خاصة وأن هذا الاحتلال يتوجه تدريجيا نحو خلق بؤر التوتر واللاستقرار في منطقتنا تواصل الصحراء الغربية وحربها التحريرية إثر العودة إلى الكفاح المسلح بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار وعلى إثر هذا الوضع يصر الشعب الصحراوي عن انتزاع حقوقه المقدسة غير القابلة للتصرف ولا للتقادم ولا المساومة بكل الطرق المشروعة أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنغريحة خلال اليوم الثاني من زيارته إلى ناحية العسكرية السادسة أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالضخيرة الحية زوبعة الهوغار 2024 قامت بتنفيذه وحدات من القطاع العملياتي بورج باج مختار مدعومة بوحدات من مختلف الأسلحة وفق ما أفد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية المصدر ذاته أوضح أن الفريق أول شنغريحة تابع بميدان الرمي والمناورات للقطاع رفقة قائد ناحية العسكرية السادسة اللواء محمد عجرود مجريات الأعمال القتالية التي قامت بتنفيذها الوحدات المقحمة وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي راقي يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق العالي بين مختلف الوحدات المشاركة ناهيك عن الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة للأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات المخصصة وهو ما أسهم في تحقيق النتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة واحترام الخطط الموضوعة والالتزام بالتوقيتات المقررة يضف بيان وزارة الدفاع الجزائرية شدد الرئيس التونسي قيس عيد إلى ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي لاسترجاع الأموال المنهوبة في الداخل وفي الخارج وأكد سعيد خلال لقاء مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني على ضرورة تحمل من سيتم تعيينهم المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستعرض عليهم قبل أن تعرض على مجلس الأمن القومي مضيفا أن أبواب الصلح مفتوحة لمن يريد ذلك في موضوع آخر كد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد دالمنيفي على دعم ليبيا لوحدة السودان ولجهود رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وما يقوم به من جهود من أجل الاستقرار في السودان خلال مؤتمر سحفي مشارك مع البرهان عقب مباحثات بينهما بطرابلس أشار المنيفي لمعاناة ليبيا من الحروب خلال الفترات الماضية وسلبية التدخلات الخارجية التي تسببت في الفرقة بين الليبيين وأؤكد على ما تحدثنا في خلال لقائنا اليوم نحن في ليبيا أيضا عنينا من الانقسامات والحروب في فترات ماضية وكذلك نعي جيدا التدخلات السلبية الخارجية التي سببت العديد من الفرقة بين الليبيين ولذلك كان شعارنا الأول دائما هو المصالحة ولم الشمل ووحدة التراب الليبي وكذلك عدم وجود أي تدخلات خارجية سواء كان سياسية أو حتى عسكرية بوجود مرتزقة في هذا البلد فنؤكد على أن ما قمنا به اتجاه ليبيا هو نفس ما نؤكده اتجاه أشقاءنا في السودان من جهته ثمن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان المواقف الإيجابية لدولة ليبيا تجاه السودان الدعية والداعمة لوحدته وأمنه ورفض التدخلات الخارجية في البلد نحن اتفقنا على أن نعزز علاقاتنا من خلال الأوجه المختلفة إذا كانت الاقتصادية والسياسية أو العسكرية ليبيا دوما لها مواقف مشرفة تجاه السودان وتجاه الشعب السودان نستطيع من خلال الأهليات المختلفة السابقة والتي ستنشأ مستقبلا أن نديم هذه العلاقة ونحافظ عليها لا نقول أننا متشابهين في الظروف لكن فرض علينا أن نتعاون من أجل أن نرفع ما يعانيه أهلنا في الدولتين أن نعيد إليهم الاستقرار أن نعيد إليهم البناء الوطني أن نمكنهم من أنهم يعيشوا عيشة قريمة بدون أي تدخلات من أي أطراف معيقة أو سلبية ثمن عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسم الحسني حرص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على متابعة إنجاز الجامع وخدمة رسالته ليكون بمثابة الصورة التاريخية والجمالية للجزائر القاسم أشار خلال احتفالية نظمتها عمادة الجامع بمناسبة افتتاحه إلى أن التاريخ سيسجل لدولة الاستقلال تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي تأكيدا لانتماء الجزائر الأصيل ومرجعيتها المستمدة من رصيدها التاريخية الجامع الذي دشناه سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في منتصف شهر شعبان وفي رحاب ذكر الشهداء وهو الذي عمل منذ عشرة أعوام على متابعة إنجاز هذا المشروع وحرص على تسهيل كل ما يعين على عمارته وخدمة رسالته سيسجل التاريخ للدولة الجزائرية دولة الاستقلال تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي تأكيدا لانتماء الجزائر الأصيل ومرجعيتها المستمدة من رصيدها التاريخي وعطاء علمائها وإسهامات مراكزها العلمية على مر الحقب والعصور نهاية الموعد الإخباري فمان الله اشتركوا في القناة